لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الكرام أخواتي الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سورة الأنعام الآية 103 تشير هذه الآية القرآنية إلى عدة معاني المعنى الأول هو بيان عظمة الله سبحانه وتعالى بيان جلال الله سبحانه وتعالى الذي لا تدركه الأبصار سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار فالله عز وجل عظيم وهو الخالق جل جلاله وهو الذي خلق الإنسان وخلق هذا الكون الفسيح وخلق سائر الكائنات لا تدركه الأبصار هذه البصر نعمة من نعم الله عز وجل للإنسان وربنا عز وجل أنبأنا بأن هذه الإمكانات محدودة فالبصر محدود والسمع محدود والعقل محدود وكل مخلوق محدود لا تدركه الأبصار رب سبحانه عز وجل الله ذي الله يقيم يو ثلاثة من سورة الأنعام بني بالنسبة كل السورة سامسى sanPower بمثالنا بمثاله وكذلك لنiticنا لن تصعد لن تتوقف لنكد لكن في وقت 0 ذي الكون ليهنوان ذي الفحور ذي ذولا كل شيء ذا ربي صبحانه وفي دي خلقا وريزمير في ندمة واليس يزاريس أما كان اسمعن في ندم محدود وريزميرا ذي سلاكو الصواث ذي من كل مكان محدود وكذلك يزاري نسلاغ محدود وريزميرا سيزاريس ذي يزار أكوأ كل شيء لا كل شيء محدود وذي العقلي اسم محدود دلاغيس محدود فقي كان بشا وحضر بسبحانه عز وجل ربنا قال لا تدركه الأبصار فاستشعار عظمة الله عز وجل هذا هو الشرط الأساس في تحقيق الإيمان فإذا آمنا بالله عز وجل وعلمنا بأنه هو العظيم جل جلاله بأنه لا تدركه الأبصار ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك لذلك ربنا عز وجل في آية كثيرة يرشدنا القرآن الكريم إلى التفكير في المخلوقات في النظر في التأمل في هذه المخلوقات والنظر والتأمل في المخلوقات في هذا الكون الفسيح هذا النظر يؤدي حتما إلى معرفة عظمة الله جل جلاله كما قال القرآن الكريم في صورة فصلت في الآية 53 قال ربنا عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ربنا عز وجل قال لنا سنريهم آياتنا ربنا سيري هؤلاء البشر وفي كل زمان وفي كل مكان إلى نهاية الدنيا سنريهم آياتنا هذه الآيات المبثوثة في هذا الكون الفسيح سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فالذي ينظر في خلق الله عز وجل له ينظر الإنسان ويتدبر ويتأمل في بصره وفي عقله وفي كل ما خلق الله عز وجل فيه سيصل حتما إلى هذه النتيجة التي أشار إليه القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم والنتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية فهو يدرك أبصارنا ويعرف سكناتنا ويعرف حركاتنا لا يخفى فالله يعلم السر وأخفى وهو يدرك الأبصار وختمت هذه الآية بقوله وهو اللطيف الخبير إشارة إلى لطف الله عز وجل بالكائنات بسائر المخلوقات فمن علامات لطف الله عز وجل وأن خلقنا من العدم أن أطعم الجنين في بطن أمه أن أطعم سائر الكائنات فهو الرزاق كما قال ربنا عز وجل في صورة الذاريات في الآية 22 ربنا قال وفي السماء رزقكم وما تعدون وتأكد هذا الأمر في آية كثيرة في مثل قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي مثل قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو اللطيف الخبير فالله لطيف بعباده الله لطيف بالكائنات الله لطيف بكل المخلوقات وفي الوقت نفسه هو خبير خبير بما يعملون خبير بما يخبئون خبير بما يظهرون فلا تخفى عليه خافية وتأكدت هذا المعنى بالذات لطف الله بعباده وكونه خبيرا بعباده في آية كثيرة وفي مثل قوله تعالى في صورة الحج في الآية 63 إن الله لطيف خبير وكذلك في صورة الملك في الآية رقم 14 ربنا يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربي سبحانه يسعى اللطف لطيف بعباده رحيم بعباده يخلق داك الكائنات يخلقه مرة سولاش من العدم ربي سبحانه يصوى الله رزاق يوم ذا يثعبط جمس الجانين يثعبط جمس بضيث الرزقيس أما ذو الطوف أما أكوين دي خلقه ربي سبحانه يصوى صن لرزاق سن واجم اللطف الله عز وجل ذا خبير ربي سبحانه يحصى أين فرن وين دي ظهرن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذه الآيات الكريمات تجعلنا نتدبر في هذه الآيات المبثوثة في آي القرآن الكريم والآيات المبثوثة في هذا الكون الفسيح فهناك كتابان كتاب مقرؤ متنو وهو القرآن الكريم الذي يقودنا ويأخذ بأيدينا إلى الخير وإلى النجاة كما قال ربنا عز وجل في سورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوام يهدي للعقل يهدي للعقل يتخمي المسخدام اللغيس وريزي ميرالا أذي فهمك في مسلم الدونيث نغاذي يحصون غاذي يظهر أفريد الخير أفريد الإصلاح مبلاشك نعمة العقل ذي نعمة مقرد يفكار بيهو مذان أتسي والسيني قل هان وذي خدم سيس الحضارة وذي رفل سيسة مسني وذي خدم سيسة فلاح وذي خدم سيسة تجارة وذي السينا مشاري يذير ذي الدونيث ولكن أكنفغيلا لعقل يحوى جيدس الوحي النقل كما قال أبو حامدين الغزالي أو الغزالي صاحب يحياء علوم الدين في هذه المسألة يبينت العلاقة التلازمية بين العقل والنقل لك لا يغطر الناس بعقولهم هناك من اغطر بعقله واعتقد بأنه باستخدام عقله يدرك المصلحة المطلقة في هذه الحياة ولكن هذا لا يمكن فكل شيء محدود كما أن البصر محدود وأن السماع محدود وجميع الحواس محدودة فكذلك العقل محدود بيقين رغم أهميته فقد ورد في القرآن الكريم بجميع وظائفه في أكثر من ألف موضع في القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأوليلا الباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار رغم عظمة العقل البشري وهذه نعمة من نعم الله عز وجل تستحق الشكر تستحق أن نشكر الله عز وجل على نعمة العقل وسائر النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ولكن العقل يحتاج إلى النقل فباستخدامنا للعقل ندرك بعض أسرار ودلالات ومقاصد الوحي الطاهر ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن ينفرد العقل فقط أن ينفرد الإنسان بعقله فقط ويدعي الدراكه لمصلحته المطلقة في هذه الحياة لذلك فالعلاقة بين النقل والعقل هي علاقة وطيدة كالعلاقة كما قال أبو حامد الغزالي كالعلاقة بين الشعاع والبصر بين الضوء والبصر لا يمكن أن ندرك وأن نبصر الموجودات الملموسات المجسمات إلا بشرطين أساسيين إلا بالبصر والضوء أو الشعاع فإذا تعطل أو تخلف أحدهما لا يمكن أن ندرك أو أن نبصر هذه الموجودات فكذلك سائر الموجودات وسائر الحقائق لا يمكن أن تدرك إلا بنقل وعقل فالعلاقة بين النقل والعقل هي علاقة التلازم كالعلاقة بين البصر والشعاع ربنا عز وجل يريد منا الخير يريد منا أن نتبع طريق النجاة لذلك قال لنا في سورة الملك في الآية 14 ألا يعلم من خلق فالله عز وجل هو الذي خلق فالخالق جل جلاله هو يعرف مكنونات المخلوقات ما ظهر منها وما بطن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يتقى مرة يثمتين أفريذن السلامة أفريذن الخير أفريذن الهدى أريد أن أفريذ ربي سبحانه سبحانه أخطر الدنيا الدنيا دار ما مر والآخرة دار ما قر فالحياة دار أقدار وأكدار ولكن نسأل الله عز وجل أن نكون من الناجين نسأل الله أن يلطف بنا جميعا نسأل الله لطفة نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين ونسأل الله الشفاء لجميع مرضانا نسأل الله أن يلبسكم إخواني أخواتي جميعا ثوب الصحة والعافية تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته